سؤال ثاني الذين يسألون السؤال الثاني يقولون لي من أنك في العديد من البرامج السابقة قلت بأنه لا يوجد رواة حديث في زماننا فكيف يكون هذا والإمام الحجة يرجع الشيعة إلى رواة الحديث أقول هذا افتراه علي فأنا ما قلت لا يوجد رواة حديث في زماننا وإنما قلت إنني لا أعرف رواة حديث في زماننا فهارق بين القولين أنا شخصيا لا أعرف رواة حديث في زماننا عدم معرفتي بهذا الأمر لا يعني أنه لا يوجد رواة حديث في زماننا ربما أنتم تعرفون وربما غيركم يعرفون في برامجي لم أتحدث بهذا الحديث من أنه لا يوجد رواة حديث في زماننا وإنما قلت سابقا وأقول الآن إنني لا أعرف رواة حديث في زماننا تنطبق عليهم المواصفات بحيث يكونون حجة على الشيعة هذا بحدود فهمي وبحدود معرفتي هذا هو الذي أعرفه فماذا تريدون مني هل تفرض علي شيئا أنا لا أعرفه فهذا الكلام افتراء علي من أنني قلت لا يوجد رواة حديث وإذا أنتم فهمتم هذا من كلامي ربما من قصور في تعبيري أو من قصور في فهمكم لكنني أقولها وأقولها وأقولها من أنني قلت وأكرر قولي الآن لا أعرف رواة حديث في زماننا تنطبق عليهم المواصفات التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة بحيث يكونون حجة على الشيعة هذا بحدود معرفتي إذا كنتم تعرفون رواة حديث فهذا أمر راجع إليكم فأنا لست مسؤولا عنكم وأنتم لستم مسؤولين عني إنني أتحدث بحدود معرفتي وبحدود معلوماتي قطعان لا بد من وجود رواة حديث بحسب النصوص والروايات والأحاديث التي عندنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة من الباب الذي عنوانه في الغيبة في غيبة إمام زماننا إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى الغيبة القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هؤلاء موجودون نحن لا نعرفهم وهؤلاء يأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم نحن لا نعرفهم أوردت الرواية لهذه الغاية لغاية أن خواص الإمام الذين هم على علاقة خاصة به موجودون في الغيبة الأولى وفي الغيبة الثانية نحن لا نعرفهم هم لا يدعون شيئاً أسرارهم لا تخشف يأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم ويأتي آخرون كي يحلوا محلهم فمثلما هذا الأمر لا بد أن يكون موجوداً الأمر هو في رواة الحديث لا بد أن يكون هناك رواة حديث أنا لا أعرفهم أنتم لا تعرفونهم هذه مشكلتنا وجودهم أمر مفروغ منه مثلما خواص الإمام وجودهم أمر مفروغ منه نحن لا نعرفهم لا نعرف خواص الإمام هم لا يتحدثون عن ذلك لا يدعون شيئاً أسرارهم تذهب معهم إلى قبورهم إذا ما ماتوا وانتقلوا إلى عالم البرزخ فإن آخرين سيحلون محله مثلما مثلما هذه حقيقة وجود رواة الحديث حقيقة لا بد أن يكونوا موجودين قد يكونوا شخصاً واحداً قد يكونون أكثر من ذلك هذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الظروف الموضوعية التي تعيشها الشيعة في الباب نفسه إنها الرواية التي تتحدث عن الرايات المشتبهة لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها لضيق الوقت في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي عشر وهذا النص ورد بنفس المضمون في الصفحة السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثالث مضمون الحديثين الإمام الإمام يحدث المفضل ابن عمر وَلَتُرْفَعَنَّ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايَةً مُشتَبَهَةً لا يُدْرَى أَيٌّ من أَيٌّ وَلَتُرْفَعَنَّ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايَةً مُشتَبَهَةً لا يُدْرَى أَيٌّ من أَيٌّ المفضل يقول فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَى عَبْدِ اللَّهِ هذه كنية المفضل المفضل له كنيتان أبو عبد الله وأبو محمد إنما أقول هذا لأجل أن لا يلتبس عليكم الأمر أن تقرأوا في الأحاديث المختلفة من أن المفضل يُكَنَّا بِأَبِي مُحَمَّد يُكَنَّا بِأَبِي مُحَمَّد وَيُكَنَّا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ قال فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ لَا أَبْكِي وأنت تقول إثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس مكان يدخل منه ضوء الشمس فَقَالَ أَبَيِّنَةٌ هَذِهِ أَبَيِّنَةٌ هَذِهِ أَبَيِّنَةٌ هَذِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمْرُنَا أَبْيَنُوا مِنْ هَذِهِ الشمس هؤلاء هم رواة الحديث فَقَالَ أَبَيِّنَةٌ هَذِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمْرُنَا أَبْيَنُوا مِنْ هَذِهِ الشمس يكون واضحاً يحمل علائم حجيته يحمل علائم حقه وصدقه الرايات المشتبهة تبقى على حالها لكن الإمامة الصادقة يخبرنا من أن رواة الحديث وهم الذين أرجع صاحب الأمر الشيعة إليهم هؤلاء موجودون أنا لا أعرفهم أنتم لا تعرفونهم ذلك أمر آخر هذه قضية لابد أن تناقش في جهة أخرى من الحديث حينما نقرأ في أدعية الفرج على سبيل المثال من أدعية الفرج هذا الدعاء المعروف من أنه مروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذي أوله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية إلى آخر الدعاء هذا الدعاء يرسم لنا خارطة حينما لمجتمع يريد إمام زماننا أن تكون الشيعة وفقا لخارطته لهذه الخارطة لا أريد أن أدخل في تفاصيل الدعاء إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان فماذا نقرأ في عبائر هذا الدعاء وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة هناك تعلم وهناك استماع عليكم أن تفرقوا مرة تتعلمون مضامين هذه البرامج ومرة تستمعون إليها فارق كبير بين الاثنين وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة هؤلاء هم رواة الحديث الذين يدعوا لهم إمام زماننا لو لم يكونوا كذلك لما دعا لهم بهذا الدعاء ولما دعا للمتعلمين الذين يتعلمون منهم ولما دعا للمستمعين الذين يستمعون إليهم لأنه هو الذي أرجع الشيعة إلى رواة الأحاديث وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة لا بد أن يكونوا موجودين ولا بد أن يكونوا أحياء وإلا كيف يتحدث الإمام الحجة عنهم بهذا اللحن إنه يدعو لمجموعة من رواة الحديث والمعظمين يعيشون على الأرض ويدعو للمتعلمين منهم وللمستمعين إليهم يمكن للمتعلم أن يتعلم من الميت لكن هل يمكن للمستمع أن يستمع للميت يمكن للمتعلم أن يتعلم من كتب رواة الحديث الذين ماتوا لكن المستمعين ماذا نفعل معه هؤلاء رواة حديث أحياء حينما نقرأ في سورة التوبة إنها الآية الثانية والعشرون بعد المئة من سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة لمعرفة إمام زمانهم هكذا ورد في أحاديث العترة الطاهرة هذه الآية تتحدث عن معرفة إمام زماننا وهو الفقه الحقيقي الأعظم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين الدين هو إمام زماننا ليتفقه في الدين ليتعرفوا وليعرفوا إمام زمانهم وهذه الآية صريحة في أن إمام زماننا هو ديننا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذا رجعوا إليهم هل رجعوا إليهم أمواتاً أم رجعوا إليهم أحياءاً لا بد من وجود رواة الحديث ولا بد أن يكونوا أحياء الآية واضحة تتحدث عن رواة الحديث الأحياء عن هؤلاء الفقهاء الصالحين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الآية صريحة وواضحة جداً في أن رواة الحديث الذين يعلمون الشيعة معرفة إمام زمانهم إنها معرفة الدين حقيقة الدين هنا لا بد أن يكونوا أحياءاً حينما نقرأ في رواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إنها مروية عن إمامنا الصادق المصدق عن إمامنا جعفر صلوات وسلام على جعفر الجعافر إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا العسكري طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة الرواية تبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين بالرقم الثالث والأربعين بعد المائة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه صائناً صيغة فاعل وصيغة فاعل تتحدث عن الحاضر والمستقبل لا تتحدث عن الماضي صائناً هذه صيغة فاعل صيغة الفاعل هي بنفس معنى ودلالة وقوة الفعل المضارع الفعل المضارع المجرد المجرد عن أدوات الجزم والنصب الفعل المضارع المجرد عن أدوات الجزم والنصب يدل على الحاضر والمستقبل وعلى استمرارية تتواصل من الحاضر إلى المستقبل صيغة الفاعل كما هو الحال في الرواية صائنا صيغة الفاعل تدل على الحضور وعلى الاستقبال وعلى ترابط وتواصل ما بين الحضور والاستقبال فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه في هذه اللحظة الحاضرة وفي حالة استمرار هذه القضية ليست طارئة الصيانة عنده ملكة ثابتة في تكوينه الشخصي في الحاضر وتستمر إلى المستقبل فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه هي هي صيغة فاعل مخالفا لهواء صيغة فاعل مطيعا لأمر مولاه هو طائع لأمر مولاه مطيع وطائع بمعنى واحد وبنفس القوة وبنفس الدلالة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواء مطيعا لأمر مولاه فللعوامع يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الرواية الرواية تشير إلى أن الفقهاء هؤلاء على قيد الحياة وفي الوقت نفسه الرواية تشير إلى أضدادهم وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم الذين أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء أيضا أحياء وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ويستمر الإمام في الحديث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فيقول وَهَا أُولَئِي النَّاسِبُونَ 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 إنها صيغة فاعل فهو ناصب في الحاضر وفي المستقبل النَّاسِبُونَ النَّاسِبُونَ المُشَبِّهُونَ بأنهم لنا موالون وَلِأَعْدَائِنَا مُعَادُونَ يُدْخِلُونَ الشَّكَّةِ وَالشُبْهَةَ على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه حي لو كان ميتا لقال لم يتركه يعمل بما في كتب هذا الملبس الكافر لكن الإمامة يتحدث عن أحياء لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر ما جاء في الرواية الرواية صريحة في أن الإمامة يوجهنا يوجه الشيعة إلى الأحياء وليس إلى الأموات قد يقول قائل إذا لم نعرف أحدا من الأحياء يجوز حينئذ الرجوع إلى الأموات من رواة الحديث يجوز لكن مع وجود الأحياء فإن الإمامة يوجه الشيعة إلى الأحياء من رواة الحديث رواية التخليد واضحة جدا جدا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر أنه يتحدث عن مرجع تخليد شيعي من الذين تقلدهم أكثر الشيعة الدليل فإن الإمامة يتحدث عن شخص واحد عن شخص مهتد واحد بينما حينما تحدث عن الشيعة ماذا قال عنهم فضلوا وأضلوهم المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة معهم فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إنهم الأكثرية من الشيعة المهتدون هم الأقلية بحسب كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام فأكثر العوام ضالون مضلون لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه إذا كان صادقا في البحث عن معرفة إمام زمانه لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا راوية حديث مؤمنا ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله وهو المرجع الشيعي الذي وصفه بالملبس الكافر ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الأحاديث واضحة وواضحة جدا في وجود رواة الأحاديث وأنهم أحياء وفي كل زمان لابد أن يكون الشيعة تعود إليهم هذا المضمون أنا أؤمن به ولا أنكره ما ينسب إلي من قول كما جاء في السؤال فأنا لا أعتقد به ولا أقوله إنما قلت سابقا وأقول لاحقا وأقول الآن إنني لا أعرف أحدا من رواة الحديث في واقعنا الشيعي تنطبق عليه المواصفات التي تحدثت عنها هذه الروايات هذا هو الذي أقوله هذا هو الذي أعتقده وأكرره الآن وأؤكده نذهب إلى فصل في التوقيع الشريف في توقيع إسحاق بن يعقوب الكلام واضح واضح جدا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة التوقيع يبدأ في صفحة 510 إنه الحديث الرابع صفحة 511 هكذا جاء في التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم الحوادث الواقعة إنها الحوادث المستحدثة المستجدة فإن الإمام لا يرجع الشيعة إلى رواة أحاديث في المقابر إنها وقائع جديدة إنها أحداث لا تعرف الأمة الموقف الشرعية منها وفيها الإمام أرجع الأمة إلى رواة الأحاديث لا بد أن يكون أحياء وإلا فإن الحوادث الواقعة ليس من المنطق أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرجع الشيعة إلى رواة أحاديث هم في القبور وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم وهذا الكلام يؤكد أنهم أحياء فإن حجية الموت ستكون بحدود ما أثبتوه صحيحا في كتبهم أما السياق هنا فإنه يتحدث عن حجية حاضرة فعلية موجودة على أرض الواقع وهذه الحجية لا تتحقق إلا بوجود رواة حديث أحياء الكلام واضح لا احتاج إلى كثير من النقاش والجدل والإثبات وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديث فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم هذا هذا لا يعني أنه لا يجوز مطلقا أن يقلد الشيعي رواة الحديث الأموات إذا لم يكن هناك من راوية حديث من الأحياء يعرفه هذا الشيعي يشخصه يجوز له أن يعود إلى كتب رواة الحديث من الأموات هذه المطالب تحدثت عنها في برنامج خاص بموضوع التقليد يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على التفاصيل لازلت أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق صفحة 353 من حديث طويل يبدأ في صفحة 351 إنه الحديث الثاني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه إمامنا السجاد يقول لأبي خالد وهو يحدثه عن زمان غيبة قائم آل محمد صلوات الله عليه يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان الكلام هنا يتوجه بشكل خاص إلى رواة الأحاديث إذا ما أكملنا الرواية لحن كلام الإمامي واضح في أنه يتحدث عن أحياء يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا إنه يتحدث عن أحياء لا يتحدث عن أموات النص واضح وواضح جدا وبصراحة ظاهرة بين وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هؤلاء هم رواة الحديث الذين أرجع الإمام الحجة الشيعة إليهم لابد أن يكونوا موجودين أنا لا أعرفهم هذه مشكلة هذه مشكلة هذا من جهلي هذا من سوء توفيقي هذه مشكلة هم موجودون موجودون قطعا قد يقول قائل لماذا لا يكونون معروفين عند جميع الشيعة هل كان نواب صاحب الأمر في زمان الغيبة الأولى هل كانوا معروفين عند جميع الشيعة الشيعة ما كانوا يعرفونه قليلون من الشيعة كانوا يعرفون مقامهم وعلاقتهم بصاحب الأمر لماذا كان الزمان شديدا عليهم إذا ما تكررت الظروف نفسها وكان الزمان شديدا على رواة الحديث فإن الأمر سيكون هو وهو هذه المشكلة من أحد أسباب غيبة إمام زماننا ولذا كررت في برامج السابقة وأكرر الآن من أن مشكلة الشيعة ما هي بمشكلة شخص واحد إنها مشكلة أمة مشكلة أمة لا يستطيع شخص واحد ولا يستطيع شخصان ولا مئة شخص أن ينقذ الأمة من مشكلتها على الأمة أن تتعاون جميعا على الأقل على النخبة على النخبة العارفين بحقيقة الحال أن يتعاون ربما يستطيعون أن يجدوا حلا لمشكلة هذه الأمة لمشكلة الشيعة القضية معقدة ليست بهذه السهولة أقرأ عليكم من رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران 2004 ميلادي في صفحة الأولى إنه الحديث الثاني بسنده عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا يحسنون في الوقت الحاضر اعرفوا منازل شيعتنا منازل شيعتنا الأحياء وليس الأموات اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث لحن الرواية واضح الرواية تتحدث عن فقيه محدث مفهم على قيد الحياة كل ألفاظها كل حروفها تشهد بذلك لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل رواية لأن الوقت يجري سريعا ولا زال عندي كلام مهم لا بد أن أقوله في هذه الحلقة الحديث الرابع ما جاء في وصية إمامنا الكاظم صلى الله عليه لعلي بن سويد السائي حينما أجابه على أسئلته كان الإمام في الطامورة في الحبس واستطاع علي بن سويد أن يوصل رسالة إلى الإمام والإمام أجابه وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك الإمام يتحدث مع ابن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة لحن الرواية واضح الإمام يتحدث عن شيعة مخلصين على وجه الأرض على قيد الحياة وعن خائنين أيضا على وجه الأرض على قيد الحياة وليس في القبور وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الحديث السابع عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ما كتبه جوابا لسؤال جاء مكتوبا إليه في رسالتين من أخوين اثنين فهمت ما ذكرتما الإمام هكذا كتب جوابا لهذين الأخوين الاثنين فهمتما ذكرتما فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى الإمام يتحدث عن أشخاص أحياء فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فاصمدا عليكما أن تقصد أشخاصا بهذه المواصفات وأن تسلم لأمر أئمتكم وأن تكونوا من الصابرين والمرابطين هذا هو معنى الصمود فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى أعتقد أن النصوص واضحة وواضحة جدا تشير إلى أمرين الأمر الأول وجود رواة الأحاديث في كل زمان والأمر الثاني إنهم أحياء إنهم أحياء الحديث في كل هذه الروايات في كل هذه النصوص وابتداء من الآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة التوبة الآية مع سائر النصوص كل المعطيات تشير إلى وجود رواة حديث أحياء والأئمة يوجهون الشيعة إليهم نذهب إلى فاصل في نهج البلاغة الشريف في الخطبة الخمسين بعد المئة في صفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن زمان الغيبة الطويلة يحدثنا عن إمام زماننا ومن أنه في سترة عن الناس هذه السترة هي الغيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرا لا يستطيع أحد أن يصل إليه مهما كان خبيرا ومهما كان ذكيا ومهما كان محققا ومدققا في الوصول إلى الأمور في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرا ولو تابع نظرا ولكن هذا الذي يحدث ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصر هؤلاء قوم من شيعة الحجة بن الحسن ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصر أتعلمون كم نوعا من أنواع التأكيد قد ورد في كلمة أمير المؤمنين هذه النوع الأول لام التوكيد ثم ليشحذن هذا النوع الأول التوكيد الثاني نون التوكيد المثقلة ولم يستعمل أمير المؤمنين نون التوكيد المخففة وإنما استعمل نون التوكيد المثقلة المشددة لتشديد التوكيد بمثابة توكيدين لأن نون التوكيد المخففة تمثل توكيدا واحدا بينما نون التوكيد المشددة تمثل توكيدين فلام التوكيد ثم ليشحذن مع نون التوكيد المثقلة ثم يأتي المفعول المطلق ومن نفس لفظ الفعل إذا جاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل إنه تكرار للفعل نفسه ثم ليشحذن فيها قوم شحذ مفعول المطلق شحذ القين الناصل القين هو الحداد والناصل الأسلحة على اختلاف أنواعها مثلما يشحذ القين السيف ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل هذا أمر لا بد أن يقع كل هذه التأكيدات تشير إلى هذه الحقيقة لام التوكيد نون التوكيد المثقلة المفعول المطلق شحذ هكذا تعرف مفعول المطلق ومن نفسي لفظ الفعل كأن الفعل قد تكرر مرتين ثم ليشحذن وليشحذن هذا هو معنى المفعول المطلق ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل ماذا يجري عليهم تجلى بالتنزيل أبصارهم هؤلاء أحياء أحياء وهؤلاء هم رواة الحديث وهؤلاء هم الذين يريدوا إمام زماننا من الشيعة أن تعود إليهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح أين نجد هؤلاء هؤلاء الذين أقول عنهم من أنني لا أعرفه أتلومونني اذهبوا وابحثوا عنه هل تجدونه موجودون الأمة هي التي جنت على نفسها حينما تبعت الخائنين مثل ما قال إمامنا الكاظم لعلي بن سويد السائي لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الأمة أخذت دينها عن الخائنين وحينما تنصح هذه الأمة لا تقبل النصيحة هي طبها طوب ومر علينا يوم أمس من أن الإمامة الصادقة ماذا كان يقول لبعض شيعته يحق لي أن أخذ البريء بالسقي لماذا؟ لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر مر علينا هذا الكلام هذه البرامج منظومة متكاملة وأحاديث أهل البيت لوحة واحدة نظام متسق مستوسق تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصباح يغبقون عند المساء حكمة إمام زمانهم واصلة إليهم صباحا ومساء هؤلاء هم الذين يعلمون أنهم على حق هؤلاء هم المحقون والصادقون قرأت عليكم قبل قليل الرواية في غيبة النعماني حينما سأل زرارة ابن أعين إمامنا الصادق فمن يعرف الصادق من الكاذب فقال الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون من أنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم المحقون الصادقون هؤلاء هم هؤلاء الذين يبنون دينهم على اليقين لا على ترهات وسفاهات حوزة النجف هؤلاء هم الذين يريد الإمام الحجة من الشيعة أن يعودوا إليهم المشكلة كبيرة في الواقع الشيعي مثلما جاء الخليفة الأول والثاني والثالث وجلسوا في محل ليس لهم الأمر هو هو الطوسيون أتحدث عن مراجعهم جلسوا في محل ليس لهم ومثلما الأمة بايعت السقيفة كذلك الشيعة بايعوا سقيفة بني طوسي الحكاية هي الحكاية آل محمد وضعوا لنا برنامجاً وهيأوا لنا رواة حديث ولكن الشيعة هي التي أعرضت عنه أمير المؤمنين يخبرنا عن رواة حديث أحياء في هذه الأمة على طول عصر الغيبة تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الوعد من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو هذا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الذي جلس في محل ما هو له مثلما اغتصب أبو بكر محل الخلافة اغتصب هؤلاء محل رواة الحديث الذين يريد إمام زماننا أن يكون لهم لكن القضية صارت معكوسة ولذا فإن الأمر سيكون سريا بألطاف الإمام بحسب الرواية التي بين أيدينا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب الملبس الكافر هذا المرجع الذي يقال عنه الأعلم ويدعي كذبا أنه نائب صاحب الزمان مثل ما ادعى أبو بكر من أنه خليفة رسول الله الحكاية هي الحكاية ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب فيكون الأمر في دائرة ضيقة هذا هو الواقع الشيعي حينما دعوتكم إلى تأسيس تيار فكري مجتمعي كي نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة كي تستطيع الأمة ليس في جيلنا هذا ربما في الجيل القادم إن لم يكن قد تحقق الظهور الشريف في وقت قريب في الجيل القادم يمكن أن يتغير الأمر إذا ما أسسنا لهم في جيلنا هذا تيارا مجتمعيا واسعا يحمل فكرة وعقيدة العترة الطاهرة وفقا لدينها لدين العترة بعيدا عن المذهب الطوسي القذر هذا هو السبب الذي دعاني ويدعوني أن أقول لكم أنشئوا تيارا فكريا مجتمعيا واسعة هذه مقدمة للتمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لن يدخل في جيبي شيء إذا ما نجحتم في تأسيس تيار فكري مجتمعي بحسب المواصفات التي حدثتكم عنها في الحلقات المختصة بهذا الموضوع عودوا إليها عودوا إليها لن يدخل في جيبي شيء من ذلك إنها النصيحة الصادقة والمخلصة لكم وأقولها لكم الوقت متاح لكم الآن ولكن في قادم الأيام ربما لا تتوفر لكم هذه الفرصة اظهروا اظهروا في الشارع كونوا في الواقع من دون اصطدام مع أحدين تحدثوا عن عقائدكم وانشروا فكركم وافرضوا أنفسكم اجتماعيا من دون اصطدام ومن دون التدخل في الأمور السياسية والأمنية وبعيدا عن النزاعات مع المرجعية الفلانية أو الجهة الفلانية اتركوا أمر فضائحهم أنا سأفضعهم عبر الإعلام ولكنكم انشروا فكرة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر